من مناورات نسيم البحر حتى التدريبات بالذخيرة الحية كان البحر الأسود مسرحاً لتوترات بين روسيا والولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية فما أبرز محطة ذلك التوتر في شهر يوليو الماضي اقتتمت مناورات نسيم البحر بقيادة الولايات المتحدة وشاركت فيها 32 دولة منها ألبانيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والديلمارك وإسرائيل تصاعدت التوترات بمشاركة البحرية الروسية في تدريبات على تدمير أهداف معادية في البحر الأسود وسط انزعاج من وجود سفن حربية أمريكية في المنطقة في الرابع من نوفمبر دخلت سفينة القيادة مونت ويتني التابعة للبحرية الأمريكية البحر الأسود في إطار مناورات لحلف شمال الأطلسي وتابعتها البحرية الروسية عن كثب حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن تكثيف الولايات المتحدة وغيرها من دول حلف النيتو أنشطتها العسكرية في حوض البحر الأسود يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة وفي الرابع والعشرين من نوفمبر أعلنت روسي عن إجراء تدريبات عسكرية في البحر الأسود بالذخيرة الحية تشارك فيها عشر طائرات وبعض السفن الحربية على مدى أكثر من سبع سنوات اندلعت خلافات عسكرية وتوترات غير مسبوقة بين روشيا وأوكرانيا على خلفية الصراع في دونباس فما هي أبرز محطة الأزمة صراعات السيادة في دونباس تعود جزورها إلى عام 2014 وتحديدا بعد ضم موسكو لشبه ززيرة القرم وسيطر موالون لروسيا بعدها على منطقتين في الإقليم لتبدأ المواجهات بوساطة أوروبية وقع الطرفان اتفاقية منسك الأولى للتهدئة ووقف إطلاق النار في الإقليم سرعان ما تم خرق الهدنة ليقبل الجانبان لاحقا خارطة طريق أخرى فيما يعرف باتفاقية منسك الثانية لكن ما حدث على طاولة المفاوضات لم ينعكس على الأرض فالمواجهات العنيفة استمرت على جبهات القتال وحمل طرف النزاع بعضهم البعض مسؤولية الفشل بينما أعلنت كييف تأهبها عسكريا وفي يوليو عام 2017 قالت كييف إن الناتو وافق على بدء محادثات انضمامها إلى الحلف بدوره أعلن الناتو عن دعمه لأوكرانيا ضد ما وصفه بالاعتداءات الروسية ومنذ ذلك الحين منحت روسيا جنسيتها لنحو 600 ألف مواطن في مناطق يسيطر عليها موالون لها هناك بينما أقر القيصر الروسي إجراءات لتسهيل حصول سكان شرق أوكرانيا على الجنسية الروسية عام 2019 مستويات غير مسبوقة للنزاع شهدها العام الجاري إذ أعلنت كييف أن موسكو حشدت نحو 100 ألف جندي قرب حدودها وهو المعدل الأعلى منذ بداية التوترات أما روسيا فقالت أن تحركاتها العسكرية ليست سوى إجراء احترازي ضد الدعم العسكري الغربي المتزايد لكييف والاستفزازات الأوكرانية على حد وصفها